البلوقراطية في الجزائر تعددت أنواعها واستشرت عطلت مصالح الكثيرين من مواطنين إلى المستثمرين وبقيت طيلة سنوات خلت حديث الحكومات المتعاقبة لكن دون الوصول لاستئصال هذا الورم من الإدارات الجزائرية لأسف الإدارة الجزائرية ورثناها كإدارة استعمار تتعامل مع المواطن الجزائري للسيطرة أي نستطيع أن نقول أنها إدارة بوليسية تتعامل مع كيفية السيطرة على الفرد الجزائري أو المجتمع الجزائري الحكومة الجزائرية اليوم عليها أن تعيد النظر في تفكير أو في فلسفة الإدارة الجزائرية لأن الإدارة الجزائرية كما قلت أنها أتت من الإدارة الفرنسية والإدارة الفرنسية معروفة في كل علم أنها إدارة بيروقراطية بدرجة الأولى من جانب آخر يرى البعض أن التفشي البيروقراطية مرتبط بدرجة أكبر بالمنظومة السياسية التي وفرت المناخ المنائم عندما يتحرر فكر السلطة السياسية من استعمال الإدارة كوسيلة من أجل التحكم في المواطن وتوجيهه وتوجيه الرأي العام لا يمكن أن يتغير شيء ولذلك أعتقد أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من إرادة سياسية حقيقية راغبة في أن تعطي للدولة مفهومة الحقيقي وأن ترجع هيبة القانون والتزام القانون وأن تكرس مفهوم الخدمة العمومية التي تحرر الموظف من عقلية كون موظف سلطة إلى عقلية كون موظف دولة بين ذهنية الإدارة الجزائرية التي لا تفرق بين الخدماتية ونية النظام في اجتثاث البيروقراطية من الإدارات تصنيف العالم الثالث يبقى مرافقا للجزائر في طريقها السائر نحو النمو إلى غاية الوصول